الاكتئاب الحصول على تقدير سيء فقدان وظيفة الدخول في الجدال أو حتى يوم منطر يمكن أن يجلب الشعور بالحزن أحياناً قد لا يوجد سبب على الإطلاق إنه فقط يتواجد من اللاشيء بعد ذلك تتغير الظروف وتلك المشاعر الحزينة تختفي الاكتئاب الإكلينيكي مختلف إنه خلل طبي ولن يختلف فقط لأنك تريده أن يختفي إنه باق على الأقل مدة أسبوعين متواصلين ويتدخل بطريقة سيئة مع قدرة الفرد على العمل واللعب أو الحب الاكتئاب لديه الكثير من الأعراض مزاج سيء فقد الاهتمام بالأشياء التي تستمتع بها في العادة تغيير في الشهية الإحساس أنك بلا فائدة أو أنك مذنب للغاية النوم فترات طويلة أو قصيرة جداً فقد التركيز عدم القدرة على الراحة أو حتى البطء الشديد فقد الطاقة أو التفكير المتكرر في الانتحار إذا كنت تعاني من خمسة على الأقل من هذه الأعراض تبعاً لإرشادات الطب النفسي فأنت تخضع لتشخيص الاكتئاب كما أنها ليست فقط من أعراض سلوكية فالاكتئاب لديه أعراض فيزيولوجية داخل المخ أولاً تغييرات عصبية معينة خاصة السيروتونين النورابينيفرين والدوبامين خلال الساعة البيولوجية أو تغيرات خاصة بمراحل نومك المختلفة وخلل هرموني كارتفاع الكورتزول وعدم انتظام الهرمونات الدرقية لكن علماء الجهاز العصبي ليس لديهم تصور كامل عن ماذا يسبب الاكتئاب يبدو أن لهذا علاقة متشابكة ما بين الجينات وتفاعلها مع البيئة لكننا لا نملك أداة تشخيصية يمكنها بدقة تحديد متى وأين يمكن للاكتئاب الظهور ولأن أعراض الاكتئاب غير مادية فمن الصعب معرفة ما قد يبدو بأنه بخير ولكنه في الحقيقة يعاني تبعاً للمعهد الوطني للصحة العقلية يمكن للشخص المتوسط أن يعاني من مرض عقلي مدة قد تزيد عن عشرة أعوام حتى يطلب المساعدة ولكن هناك علاج فعال جداً الأدوية وجلسات العلاج كلاهما يساعدان على تحسين كيمياء المخت في بعض الحالات المستعصية العلاج بالصدمات الكهربائية والذي يشبه حالات الصرع ولكن تحت التحكم لمخ المريض مفيد جداً أيضاً وعلاجات أخرى واعدة مثل التحفيز المغناطيسي عبر الجمجم في مرحلة الاختبار لذلك إذا كنت تعرف شخصاً ما يعاني الاكتئاب شجعهم بلطف كي يخضعوا لواحدة من هذه العلاجات ويمكنك أيضاً أن تعرض مساعدتك من خلال مهمة محددة كالبحث عن معالجين في منطقتك أو عمل قائمة من الأسئلة لطرحها على الطبيب بالنسبة لشخص يعاني من الاكتئاب هذه الخطوات الأولى تبدو صعبة إذا كانوا يشعرون بالذنب أو الخزي وضح لهم أن الاكتئاب هو حالة مرضية طبية مثل الربوي أو مرض السكري ليس ضعفاً أو سمة شخصية ويجب أن لا يفترضوا أنهم سيتغلبون عليه بمفردهم تماماً كعدم قدرتهم على التعافي بمفردهم من كسر في الزراع إذا لم تعاني من الاكتئاب مطلقاً فتوقف عن مقارنته بالمرأة التي شعرت فيها بمزاج سيء مقارنة ما يشعر به مريض الاكتئاب بالشعور الطبيعي المؤقت بالحزن قد يجعل المصاب يشعر بالذنب من حاله حتى التحدث عن الاكتئاب بشكل طبيعي قد يساعد مثلاً الأبحاث وضحت أن السؤال عن التفكير في الانتحار بالفعل قلل من مخاطر الانتحار التحدث عن المرض ذهني بطريقة طبيعية يساعد في التغلب على وصمة العار ويجعل طلب المساعدة أسهل على المرضى وكلما زاد عدد المرضى الذين يقبلون الخضوع للعلاج كلما عرف العلماء أكثر عن الاكتئاب وبالتالي يتحسن العلاج يعمل تيد أدي على تقديم محتوى تعليمي مجاني عالي الجودة لأكبر عدد ممكن من الناس لأكبر عدد ممكن من اللغات ساعد في دعم مهمتنا غير الربحية بالتبرع إلى بيترين ولا تنسى الاشتراك في هذه القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر